السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير كل سنة وانتوا طيبين النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة الكريمية او الجبنة المسلسات او الجبنة النستو زي ما تسموها بقى طعمها طحفة جدا جدا وبسيطة واقتصادية وسهلة جدا جدا عملنا قبل كده الجبنة البيضة وكمان عملنا الجبنة الكريمية وكمان عملنا الجبنة الرومي فالنهاردة هنعمل الجبنة المسلسات بابسط طريقة ممكن تتخيلوها في خمس دقيقة هتعمليها في الخلاط بكل سهولة ما فيش ابسط من كده وموفرة جدا جدا فوق ما تتخيلو وطعمها احسن بكتير كمان من اللي بنشتريها من برا تابع الفيديو النهية وان شاء الله يعجبكم ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة ويتفعلوا الجرس على القل عشان يوصلكم كل فيديو جديد وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة معكم اول حاجة انا معي هنا دول علب من الجبنة المسلسات انا مجمعيهم عشان اعمل فيهم يعني انا كل ما بشتري علبة بعين العلبة بتاعتها عشان اا اعمل فيها بعد كده ومعي اكياس بلاستيك هاخد كيس كما انتو شايفين كده وهقطعو نصين يعني هقسم الكيس نصين بالشكل ده كده يعني هفص الوش بنوع عن الضهر بنوع وبعد كده هاخدو كل جزء وكطعو نصين يعني هقسم الكيس لواحد على أربعة تمام كده ما عاوز الكل علبة معكم كتعتين كده واحدة تتحطなんです ا Grade وواحدة التحط Democrat هذا م uni كما انتم شايفين اذا سهلة جدا انتو بسيطة طبعا لو ما عندكش علب من دية هتستبدليها باي حاجة نفس الشكل يعني اي اطباق صغيرة ممكن كمان طبق واحد كبير وتقطعيها مربعات تقطعيها اي حاجة يعني بالشرط ان احنا نعملها نفس الشكل ده المهم طبعا الطعم طعمها حلو جدا جدا هتعجبكم اولا وجربتوها ان شاء الله واستناجوا طبعا تجربوها وتكتبولي رأيكم في التعليقات هبدأ كده ادهن الكيس بالزيت بالشكل ده كده الكيس اللي احنا هنصب عليه بجبنة ندهنه كده بالزيت زيادة في الاحتياط عشان نتأكد ان الجبنة ما تلزقش معنا في الكيس طبعا بجهز العلب كده في الاول قبل ما اشتغل عشان اول ما بنعملها لازم نصبها على طول ما ينفعش نسيبها في الحلة تمام كده هدنبق كل الكيس بنفس الطريقة دلواس بها هنجيب الخلاط وهنبدأ نشتغل فيه اول حاجة حط معي باسم الله حط كوباية من الحليب دي كوباية معيارية سعتها 250 ملي يعني ربع لتر من الحليب تمام كده باش هستخدم غيرها يعني هو ربع لتر ده بس من الحليب هيعمل لنا كل الكمية اللي انتو شفتوها دي هستخدم كمان ربع كوباية من الزيت الزيت يعني يفضل يكون زيت درة او زيت عباد الشمس ما ينفعش ابدا ان يكون زيت ليه ريحة او زيت اللي هو بيبقى نخيل او كلام ده كله هيديك طعمه مش ظريف خالص استخدمي اما زيت درة اما زيت عباد الشمس لكن ممكن كمان تستخدمي زيت عادي بس يكون نوعه نضيف ويكون ريحته حلو ومالوش اي رويح يعني مش مستحقة تمام كده هستخدم كمان ربع معلقة كبيرة معلقة كبيرة من الخل تمام كده الخل الابيض العادي يبقى كوباية حليب ربع كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل معايا كمان معلقة صغيرة من الملح او اقل زي ما تحبوا يعني الملح على حسب رغبتكم من اول نص معلقة لمعلقة صغيرة تمام كده معايا كمان مكعب من الزبدة حوالي معلقة كبيرة من الزبدة بتدي برضو ده السامة وطعم حلو جدا جدا معايا هنا معلقتين كبار ونص من الدقيق معلقتين ونص كبار من الدقيق معايا كمان مسلسين من الجبنة وده اللي هدينا الطعم بتاع الجبنة المسلسات بس كمان هنضيف اضافة كمان هتخلي الطعم احلى واغنب كسير جدا كمان هضيف بس مسلسين اتنين ولو ممكن تستبدليهم بمعلقتين من الجبنة الكريمية لو عند الجبنة الكريمية عادية تقدار تستخدميها بدلهم يعني تمام كده ممكن تستخدم مسلسين او تلاتة زي ما تحبي انا حاطتي اتنين بس معايا كمان دي معلقة كبيرة من القشطة دي القشطة العادية بتاع توش اللبن مش قشطة يعني معلبة او حاجة وممكن كمان تستخدمي قشطة معلبة مفيش اي مشكلة وبرقو دي بتدي طعم وده سامة حلوة جدا جدا وتقدار تستغني عنها زي ما تحبي تمام كده كده كل المكونات مع بعض هبدأ بقى غطي الخلاط بتاعي وهبدأ اخرطهم كويس جدا وانا عامهم في الخلاط دي كده كل المأدير سهلة جدا وبسيطة جدا جدا هضربهم بقى في الخلاط وانا عامهم كويس جدا مش عاوزين يكون فيهم اي تكتلات خالص من الدقيق ببدأ الاول كده على سرعة هادية وبعد كده بعل السرعة وتأكد ان الخالية تتمزج تماما معايا بعد كده هجيب حلة وهبدأ افضي فيها الخليط دوت مفيش اسهل ولا ابسط منك زي ما انتو شايفين مفيش اي تكتلات او كلاكيع او اي حاجة من الدقيق افضي بقى كده وهرفع الحلة على النار وهنبدأ نقلب فيها لحد ما القوام بتاعه يتقل معنا زي ما انتو شايفين رفعتها كده على النار وهبدأ اقلب فيها بالراحة لحد ما القوام يتقل معايا مش هينفع نسيبها ابدا على النار ونمشي لازم نفضل نستمر في التقليل كده طول ما هي موجودة معانا على النار لحد ما قوام يتقل معانا ويبقى القوام بتاعها عامل زي قوام البشاميل كده او قوام الجمنة الكريمية شايفين هو ده القوام اللي انا عاوزاها وتلاقوها بدأت اتباق بك كده معاكو وتعمل آآ فقاقية كده بدأت تغلي كده تعرفوا ان هي كده تمام مستود ونقدر نصبها زي ما هي وهي سخنة كده بديها تقليبة على طول مش عاوزاها تكالكع ولا تكتل خالص معايا وهبدأ اصبها في العلب بتاعتي كل علبة كده احطي تقريبا معلقتين او تلاتة كبار كده من الجبنة وهو الزحم كويس كده وافريدهم كده بضهر النار المعلقة في العلبة طبعا انا قسمت الكمية على اربع علب بس انتو لو حبين هتبقى عريضة معاكو هتقسموه على تلاتة على اتنين زي ما تحبوا بس انا كنت عايزها السمك بتاع رفيع فقسمتها على اربع علب يعني هو سمكها تقريبا زي اللي احنا بنشتريه من برد اللي انا عامليها دي تقريبا زي اللي بنشتريها من برد نفسي لإيه الحجمها هي بتبقى صغيرة جدا يعني زي ما انتو شايفين عملت الاربع علب وغطيتها بالكيس من فوق وساوتها كده بايتي من فوق الكيس عشان الوش بتاعها كده يبقى ناعم ويمالس وبعد كده هسيبها تهدى شوية ودخلها التلاجة لغاية تاني يوم يعني انا كنت عامليها من بالليل ودخلتها التلاجة لحد تاني يوم عشان تتمسك وتمسك نفسها كويس جدا زي ما انتو شايفين الكمية قدامكم مسكة نفسها جدا وهقلبها طبعا معاكم هشيل الكيس اللي فوق وبعد كده بنسلك كده الكيس اللي تحت بالروحة كده وبعد كده بتفضيها كده هتلاقيها طلعت معاك بكل سهولة كمان دهنين زيت عشان اه نتأكد ان هي ما تلزقش معانا زي ما انتو شايفين ادي واحدة ادي التانية ممكن تسيب القرط كده زي ما هو مش لازم تقطعي يعني سانا اقطعته طبعا مسلسات سانا وارهو لكم ممكن كمان تعطيه في علبة مربعة عشان وتقطعي كده مربعة زي جمن الكيري كده عايز اقول لكم طعمها طحفة 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 يعني ما فيش اي وجه مقرنب بينها وبين الجهزة طعمها حلوة جدا 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 جربوها على ضمنتي هتعجبكم جدا وما تنسوش تكتبوا لي رأيك وايه في التعليقات ولي جربها طبعا ما ينساش يقول لي رأيك وايه في التعليقات زي ما انتم شايفين بقطعها كده مسلسات بكل سهولة ومنطلعها كده باي حاجة قوام بتاعها حلوة قوي طريقة جدا وطعمها طحفة احلب كتير من بتاعي ببرة وكمان صحيا لانتم عارفين الجبنة بتاعي ببرة بتكون فيها زيوت مهدرجة ودهون مش صحية خالص لكن دي احنا عملنا بطريقة حلوة جدا وحاجات كلها طبيعية يارب بايكون الفيديو عجبكم استفدتم منه وتنسوش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا